جاء توجيه جلالة المالك المعظم للوزارات والأجهزة الحكومية بتوفير كفة عناصر النجاح لانتخابات النيابية المقبلة مؤكدا على أهمية العرس الديمقراطية المقبلة لما تمثله الانتخابات من انعكاس للصورة الحضارية لمملكة البحرين وانطلاقا من التوجيه السامي ومما تحمله المرحلة المقبلة من تحديات كلف سمولي العهد رئيس مجلس الوزارات والأجهزة الحكومية بوضع توجيه حيث التنفيذ الفوري لتكون مملكة البحرين على موعد مع عرس ديمقراطي جديد دعم ملكي تحظى به العملية الديمقراطية منذ بدء العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه للارتقاء بمنظومة الدولة وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وهو ما يتضح جليا في معظم خطابات جلالة الملك المعظم وكان اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم أمس برئاسة جلالته أيده الله خير دليل للتحفيز وتأكيد على أهمية العرس الديمقراطي المقبل وفي الوقف بصف كافة الجهات التي تطلع بالعملية الديمقراطية حيث أشار جلالة الملك المعظم أيده الله خلال الاجتماع إلى ما تحقق عبر المسيرة التنموية الشاملة من منجزات أعلت من دولة المؤسسات والقانون وكونت رصيدا متفردا في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار موجها جلالته في هذا الصدد الوزارات والأجهزة الحكومية بتوفير كافة عناصر النجاح للانتخابات النيابية المقبلة معربا جلالته في الوقت ذاته عن شكره وتقديره لعضاء مجلسي الشورى والنواب بالفصول التشريعية الخمسة السابقة لما اتسم به عملهم من التحلي بروح المسئولية الوطنية التي أسهمت وعبر التعاون والعمل الوطني المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تحقيق العديد من الإنجازات لصالح الوطن وأبنائه الكرام وانطلاقا من التوجيه السامي من قبل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه كلف اسم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وانطلاقا مما تحمله المرحلة المقبلة من تحديات كلف الوزارات والأجهزة الحكومية بوضع التوجيه السامي حيز تنفيذ الفوري بتهيئة كافة الإمكانيات وتوفير كافة التسهيلات التي تدعم سير العملية الانتخابية للاستعقاق النيابي المقبل بكل سهولة ويسر أمام الناخبين في أجواء تكفل الشفافية والنزاهة لتكون مملكة البحرين على موعد مع عرص ديمقراطي جديد يؤسس الفصل تشريعي سادس من التحديات والإنجازات ترجمة نانسي قنقر